تعال نروح ليه أخبارنا النهاردة ومصدر في النادي الأهلي قال لنا في رقم عشرة إن النادي بدأ يتكلم مع برونو سافيو عشان يفسخوا التعاقد معاه بالتراضي في الفترة الحالية والأهلي عرض على برونو إنه ياخد قيمة المتوقية من عقده للموسم الحالي ويتم رحيله بالتراضي عن الفريق الأهلي بستني رد برونو سافيو برونو سافيو عشان تبعارفين هو عايز عقده بالكامل هو 30 سنين عايز عقده بالكامل الأهلي عايز يكتفي بعقده في الموسم ده هو راجل عايز عقده بالكامل فبيشوفه طريقة للتفاوض معاه إنه يفسخ التعاقد به التراضيون زي ما أنتوا عارفين برونو سافيو لم ينجح مع النادي الأهلي تماما تماما وأقول حاجة ودائما بقولها لو سمحتوا أنا بتكلم على الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي ودجلة والجونة وأي نادي أي نادي في مصر لو سمحتوا احنا جربنا كل البرازيليين اللي في الدنيا البرازيليين اللي هم اللي هم كلاس سي اللي هم الدرجة الثالثة والرابعة دول جربناهم البرازيليين الجمدين ما بيلعبوش في أفريقيا مش بقول في مصر ميلعبوش في الكرة الأفريقية وغالبا ميلعبوش في الوطن العربي كل ما يلعبوش يلعبو فين يعبو في أوروبا هما دول البرازيلين اللي جامدين فقد من حد يبعت لك سي في كنادي يقول لك خد ده برازيلي حلو لا ده مش برازيلي أصلي عرف ات اللي هنا يبتلك برازيلي أصلي لا ده مش برازيلي أصلي أدم جبت لي سي في بتاقي أدام السي في بتاقي وصللي يبقى ده مش برازيلي أصلي 100% مش لسه هشوف بقى وجرب واعمل ولكلام ده كله الوحيد البرازيلي اللي يعني كان حلو حلو يعني معقول جدا كان كينو اللي راح برامتز من سنتين بس كينو كان جايب كام كينو كان جايب رقم كبير اعتقد فوق العشرة مليون دولار على ما اتذكر يعني فرقم كبير جدا عشان كده هو جي يلعب هنا لكن انت هتجيب لعيب بمليون دولار بمليون ونص دولار وبرازيلي وفاكره هيطلع رونالدينيو ولا هيطلع نيمار يبقى احنا مش واخدين بنا عشان بس اخترق الفوزي انا مش بتكلم هنا على الكيس بتاع البرونوس هافيو الاهلي جاب برازيليين والزمالك جاب برازيليين والاسماعيلي جاب برازيليين والمصر كل الاندية بلاش برازيليين تاني يا جماعة لو سمحتوا احنا مش هنعرف نجيب بتوع الصف الاول ولا حتى الصف التاني فاللي تحت كده بقى ما بقىش برازيلي هو بقى برازيلي السمعة او برازيلي الجنسية مش السمعة كمان برازيلي الجنسية وبس لكن كلعيب كورة ما بيقلبش برازيلي خالص بيقلب جنسية تانية خالص مش عايزة أقول أي حاجة ده لا يبقى فيها قلة احترام ولا حاجة بس بيقلب حتة تانية خالص مش برازيلي طيب نهي التخطيط في النادي الأهلي طلبت من مارسل كولر الموديل الفني للفريق أنه يحدد موقفه من اللاعبين العائدين من الأعارة وخصوصا الأجانب مين بقى؟ والتر بوليا وميكي سوني هم عايزين ياخدوا رأيه شوف شوف الإدارة المحترمة احنا عايزين ناخد رأيك احنا عندنا الوقت ميكي سوني كنا موديينه أعارة وبوليا وكنا موديينه أعارة تعايزهم يكمله ولا لأ أكيد الراجل هيقول إيه لأ يعني لا نجحوا مع الأهلي ونجحوا لما مشوا من الأهلي أعارة ولا يا حاجة فمش من الطبيعي أنه هم يبقوا موجودين مع الأهلي الفترة اللي جاية وده رأي لجنة التخطيط أيضا وبالتأكيد هيكون رأي مارسل كولر لوحد نسيهم أصل كان نسيهم أساسا